أن التكميم أجلا أو عجلا لازم المعدة بتتمدد شوية والتحويل برضو المعدة بتتمدد شوية زي ما حدك شايفه التكميم عبارة عن تصغير معدة فقط ومشيل الجزء من المعدة اللي فيه هرمون الجريلين هرمون اللي بيفتح الشهية هرمون الحرق الأوليل البي واي واي فالمريض شهيته بتقل خالص بعد العملية والحرق عنده بيه تضاعف عشر أضعف وبالتالي بنبقى عكسنا الكيرف بتعسمنا تماما لكن لو عملنا لو المريض نفس المريض ده قطر من السوائل ذات الكالوريز العالية بتعدي بسهولة مهما كانت المعدة صغيرة وبتمتص بالكامل لأن ما فيش تحويل وبالتالي لو تم اختيار المريض المناسب لعملية التكميم بطريقة صحة وإجراء العملية لأنه برضو العملية لها تكات ولها تقنيات معينة تفرق المريض إنه مايرجعش إزاي في حاجات معينة وطريقة معينة في إجراء العملية وفي نفس الوقت مايكونش العملية شديدة عليه بحيث إنه مايعرفش ياكل يعني فيه ناس بتعتبر التكميم دي عملية لمنع الأكل عن المريض وده خطأ الفكرة دي خطأ تماما يقولك أنا عامل تكميم وخسيت وكل حاجة بس أنا مش عايش أنا مش عارف أكل مش عارف أعيش كل ماكل مش عارف إيه أرجع وقال لي سنة وسنتين وعمل عمل عملية وبرضو لغاية دلوقتي مش عارف ده بيبقى خطأ دكتور في إجراء العملية مش لازم نقول خطأ هي فكرة خاطئة عن فكرة تصغير المعدة إن إحنا نحرم المريض من الأكل بالعكس المريض اللي بتحرم من الأكل بيلجأ للحلويات والعصاير لو هو معرفش ياكل نصر غيف عيش أو معرفش ياكل كم علاقة رز لو معرفش ياكل حتة لحمة أو فراخ هياخد مصدر الطاقة بتاعه منين بيلجأ للحلويات فتلاقي مرضى التكمين يقولك أنا اللي هما مدايقين للمعدة قوي يقولك أنا كلت لقمتين وخلاص ما قدرت شاكل بس تهابطانة وحاسة إنه محتاجة طاقة فنص يومي أخد بيسكويتس أخد شوكلت أخد مياه غازية أخد شبسيهات الحاجات اللي سهلت البلع وبالتالي هو خد برضو مصدر للطاقة وما كلش وممكن يرجع يتخل تاني فعشان كده بنقول العملية لازم تبقى مريحة المريض يعرف يأكل في المعقول يأكل وجبة تديله الطاقة الكافية لو قاعد في وسط عزومة أو في وسط ناس يعرف يأكل نوعين ثلاثة ويشبع ويستطعم الأكل وبالتالي هو مش هيلجأ للحلويات وعكس بالناس فاكرة المريض اللي بيأكل بروتين البروتين ما بيديش طاقة عالية لكن بيدي انزيمات وبروتين مهم للوظائف الحيوية للجسم يبقى أنا لو اديته فرصة إنه يأكل الأكل المفيد هو هيستفيد صحيا مش هيحصن عنده نقص بروتين ولا بيتامينات ومش هيلجأ للحلويات وهيبقى هو سعيد ومش هيتخن تاني صحيح فهي الفكرة الخطأ دي هي اللي أحيانا بتخلي جراح يديق المعدة قوي المريض مش عارف يأكل المريض بيرجع المريض لاجع للحلويات يبقى لهو عارف يستطعم ولا يعيش وياكل زيه زي غيره ولا هو حافظ على الوزن اللي هو أصلا عامل عشانه العملية